أيها المستمع الكريم بعد أن وقفت بك على مفهوم المنهج العاطفي وأيضا وقفنا كذلك على أساليب استعمال هذا المنهج يطيب لنا الآن أن نقف على المجالات أو الميادين التي يجب على الدعاة أن يستعملون فيها هذا المنهج إن المنهج الدعوي العاطفي له ميادين عديدة وله مجالات أكثر من أن تعد لكن يأتي في مقدمتها حالة دعوة الجاهل إن الذي لم يستنير عقله وقلبه بالعلم والمعرفة يحتاج إلى دعاة من طراز فريد حيث يستعملون هذا المنهج العاطفي في مقابلته فهو بحاجة إلى الرفق والاهتمام والحنو والعطف عندئذ تستدر أيها الداعية قلب هذا الجاهل فتحوطه بعنايتك ورعايتك فعندئذ يستجيب لدعوتك وتصبح بذلك ناجحا أيضا حالة دعوة من تجهل حاله لا نعرف إلى أين يتجه ولم تعرف عنه إلى أين يسير فلابد أن تستعمل معه بما يظهر أنك كاشف لحاله وذلك باستثارة عواطفه إنك إن استثرت عواطف المدعو استطعت أن تقيمه وأن تحدد وجهته وأن تبين مدرسته وأن تظهر كوامن نفسه وعندئذ تستطيع أن تحدد حاجته في الدعوة وتعطيه كالطبيب يعطي المريض من الدواء ما يلائمها وتختار الأسلوب الذي يناسب حاله أيضا من مجالات الدعوة العطفية دعوة أصحاب القلوب الضعيفة إن أصحاب القلوب الضعيفة كالنساء والأطفال واليتام والمساكين والمصابين والمرضى وإلى غير ذلك أولئك يحتاجون إلى لون معين في الدعوة إنه أسلوب العطف وأسلوب الرحمة واللين لماذا؟ كي تنزل كلمات الداعية واستلالاته على قلوبهم كالماء الذي يزيل آلامهم وكالجرعة التي يحتاجون إليها في الطب فيخرجون من حالة المرض ومن حالة الفقر والحاجة والعوز كذلك في دعوة الآباء للأبناء ودعوة الأبناء للآباء ولعلنا عندما نذكر موقف إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغن عنك شيئا يا أبتي انظر للتعبير يا أبتي لماذا؟ يا أبتي خطاب فيه حنو وفيه عطف والخطاب الدعوي عندما يرتبط بالقلب عندئذ يكون أنجح وهذه هي بعض مجالات استعمال المنهج العطفي أيضا نختم هذا الدرس بإبراز الخصائص التي يمتاز بها المنهج العطفي للمنهج العطفي مزايا وخصائص تخصه وتتناسب مع طبيعته وأهدافه التي سار عليه العلماء والدعاة قبلا من أجل تحقيقها من ذلك أو من تلك الخصائص لطف أسلوبه أن أسلوب الدعوة العاطفي يبدأ دوما وينتهي بالأسلوب اللطيف وباختيار العبارات المؤثرة في نفس المستمع في نفس المستمع الذي عندما يستمع كلمة تأخذ بقلبه وعواطفه ربما تنهمر الدموع من عينه ويصبح بعد أن كان عدوا يصبح من أخص خصائص السائرين إلى الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن أسلوب العطفي في أداء الدعوة يجعل العدوة وليا كذلك من خصائص هذا المنهج أنه سريع التأثير في نفوس المدوين وأنه سريعا ما يستجيبون لدعوة الداعي ولمن يحسن استخدام هذا المنهج إنه بمثابة الآلة الناجحة التي إن استعملها الدعاة وصلوا إلى تحقيق أهدافهم كذلك من خصائص المنهج العاطفي تخفيف وطأة العدو أو المخالف ودفع أزاه إنك تستطيع يا أيها الداعية الذي يلتزم بالمنهج العاطفي تستطيع أن تحول أعداءك الكثر أو أعداء الدعوة وهم أكثر من أن يحصوا تحولهم إلى دعاة تحولهم إلى خدم لدين الله عز وجل من خصائصه كذلك سرعة التحول في آثاره تبعا لتحول العواطف والمشاعر إن الإنسان بعواطفه ومشاعره يتحرك وأنت إن استطعت أخي الداعية أن تمسك بزمام العواطف والمشاعر البشرية استطعت أن تحرك هذه النفس وهذا العقل وهذا الوجدان الذي يظهر أمامك وكأنه عدو ليصبح من أعظم دعاة الدعوة والتاريخ شاهد على ما نقول ترجمة نانسي قنقر